تحركات دبلوماسية مكثفة على مستوى دولي وإقليمي لحلحلة الأزمة اليمنية ونفخ روح الحياة في أوردتها المتصلبة على رأس هذه التحركات تأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون إلى الكويت للالتقاء بوفدي المشاورات في سعي حتيث لإنقاذ مشاورات السلام من الانهيار حيث تدخل مشاورات السلام النقطة الحرجة بعد أكثر من ستين يوما على انطلاقها وتجاه الأنظار إلى الأرض بالتزامن مع تجدد المعارك والتحشيد العسكري بعد الهدنة الهشة تأتي زيارة بانكيمون تتويجا لجهود ولقاءات كثيرة أبرزها لقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مع الوفود المشاركة ناهيك عن التحركات الدبلوماسية للسياسة السعودية والكويتية التي تمضي جميعها في سياق الحيلولة دون انهيار المشاورات وبحسب المراكبين فإن دول الإقليم باتت مقتنعة بتحقيق الحد الأدنى من السلام في اليمن موقف عززه الأمين العام للأمم المتحدة حول موقف المجتمع الدولي الواضح الرافض لاستمرار النزاع والعودة إلى مسار الانتقال السياسي والعمل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بان كيمون خلال لقائه وفدي المشاورات أبدأ تفاؤله بالإفراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين والصحفيين وناشطي المجتمع المدني وآخرين كبادرة لحسن النوايا قبل حلول عيد الفطر إلا أن ما يراه الطرف الآخر لا يبدو قريبا من تطلعات الرجل الأممي ولا من السلام ذاته فالرئيس المخلوع استبق زيارة بان كيمون للكويت بخطاب تحريضي ونبرة تحدي عالية الوضوح وأعلن من خلال وفده في الكويت تقديم خارطة طريق لحل الأزمة بشكل منفرد عن وفد الحوثيين كرد فعل على التقارب السعودي الحوثي المعلن خلال الفترة الماضية رؤية المؤتمر كما يراها البعض أنها محاولة لرمل الأوراك الأخيرة في رعبة الصراع اليمنية من أجل إبراز المؤتمر كإطار سياسي حاضر في العملية السياسية القادمة